واضح ان المعادل تغير من 29 ل 30 وناس ما تعرفش واضح ان المعادل اتحطى اصلا كمان اتحطت بسرعة والناس مش مذكرة ومش مركزة 30 مايو ده هيعمل مشكلة فين انت دخلت في الاجندة الدولية اللي وضحها مجلس الفيفا انت عشان الاهل يشارك في مباراة زي دي بدول لعبته الدوليين لازم الاتحاد الافريقي يتدخل ويقنع الاتحادات الاهلية وياخد قرار ان اللعبة موجودة يوم 30 مايو مع الاهل في المجرب عشان تلعب الفاينال وبالتالي انت هتعمل كمان جدل تاني مع الاتحادات الاهلية هل مقبر الاهلي يكلم الاتحاد التونسي ويكلم الاتحاد المالي والاتحاد جنوب افريقيا والاتحاد موزنبيق والاتحاد المصري عشان يمنع مشاركة عشر لعيبة في اول يوم في الاجندة الدولية محدش يجي يقول لي أصل أول ماتشو ماتنين ستة الأجندة الدولية من 30 مايو لـ 14 يونيو اللعيب تحت أمر المنتخب من 30 مايو هلعب فينال إزاي 30 مايو واللعيبة موجودة مع منتخباتها ليه أدخل المكتب التنفيذي في نقاش جديد عشان ياخد لقرار يجبر الاتحادات إن يسيب للعبتي ركزوا في التفاصيل أنتوا كتبينها في البيانة الأخيرة في الاتحاد الإفريقي عشان أنتوا أثبتوا بملادع مجالا للشك إن في حاجة مش مزبوطة في حاجة مش مزبوطة بدليل إنك بتحدد دوري الأبطال ومحددتش كأس الكونفدرالية ليه ناجيريا نسحبت فأنت مش تلاقي حد هل بقى مستني يوم الحد الجاي لما تشوف موقف نهضة بركان مع مازينبي يوصل فتحدد الكونفدرالية في ملعب بركان ويبقى الفاينال في بركان والفاينال في كازابلانكا أو مولاي عبدالله في الرباط والسوبر كمان ممكن يتلعب في مراكش أو أغادير خلاص هنقول لك طيب ما انت هنا بتاخد قرارات اللي القارة الإفريقية كلها عندها صدمة صدمة من القرار ليه صدمة من القرار لأن الناس كانت شايفة أن الفترة الجاية ممكن يكون فيه أمل بعد رحيل أحمد أحمد بعد الفساد اللي كان موجود وده من الفساد ده مش كلامي أنا ده قرارات لجنة القيام في الاتحاد الدولي اللي مسؤولين سابقين وممكن بعد كده الله أعلم فبالتالي لازم يا جماعة نحارب على فكرة العدالة والحيادية ومحدش يقول لديمقراطية الديمقراطية ما تكتبتش في البيان الرسمي البيان الرسمي قال انسحاب طرف لصالح طرف وبالتالي هنا واضحة جدا بين قصين الكواليس اللي تمت في هذه الاجتماعات بيان الرسمي